احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مبع أحبة في الله إنما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما زلنا مع حلقات برنامجكم اليومي في هذه الأيام الطيبة الإنسان أحبة في الله قد يصنع خيرا ويتعامل مع الناس بالخير وتقدم للناس خيرا لكن بعض المخلوقات يعني يصيرون أمامك أعداء دون أسباب مسببة أو أنه صاحب هوى أو صاحب منفعة معينة كلامك لا يصلح معه السبك في الحياة لا ينفع معه حدث هذا مع الأئمة الكبار ومع الدعاة الكبار من رسول الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولنا في هؤلاء القوم الأول العظماء الأسوة الحسنة سبحان الله يا عظيم فسيدنا يونس دعا قومه فلم يستجيبوا له فيبدو أنه يعني قال في نفسه أنا طالما أن هؤلاء الناس لا يريدون الخير ولا يلقون بأسماعهم إليه ولا يريدون أن يهتدوا ولا يريدون أن يدخلوا في مضمار هذه الرسالة والإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى أنا أذهب إلى أناس غيرهم ربما أجد أذنا صاغية فهذه شدة يعانيها سيدنا يونس فراكب في الفلك راكب سفينة وبعدين لعبت الأمواج بهم كادت السفينة أن تغرق قال الذين على متنها لا بد أن نخفف حمل هذه السفينة فلا بد من إلقاء إنسام من فوق ظهر هذه السفينة طيب عملوا استهموا عملوا قرعة يعني فالقرعة تأتي على يونس يعيد القرعة مرة ثانية تأتي على نبي الله يونس المرة الثالثة أيضا فحملوه وقذفوه في خضم البحر هنا إذا بحوت يفتح وفاه ليلتقم يونس عليه السلام أصبح يونس بعد أن كان في النور وأصبح كان في الفضاء الجوي أو الهواء الجوي أو على ظهر الأرض أصبح داخل ظلمات الأمواج داخل ظلمات البحر داخل ظلمات بطن الحوت داخل ظلمات الليل لا إله إلا الله يعني ظلمات بعضها فوق بعض وذنون صاحب الحوت يعني هكذا هو سيدنا يونس لقبه يعني وذنون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا من من؟ من قومه هذه لأولادي من الدعاء إلى الله والداعيات إلى الله سبحانه وتعالى أن يتصبروا ويصبروا أنفسهم على المريدين ولا يتعجلوا ولا يتعجل الثمرة وذنون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا سبحان الله فظل أن لن نقدر عليه يعني ظل أن الله لن يضيق عليه المسألة في أن يذهب دون انتظار الوحي يعني هو يريد خيرا رأى أن هؤلاء القوم لم تصلح معهم الدعوة فرد أن ينقل الدعوة إلى مكان آخر وذنون إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى أصبح الآن داخل الحوت سبحان الله العجيب أن هذا الحوت سبحان الله الآن يكد يبتلعنا هذا الحوت هو هوانا أو أهواؤنا أهواؤنا التي يعني تعصف بنا أهواؤنا التي تحيط بنا أهواؤنا التي صارت كأنما هي دين نتعامل معها كدين للأسف ولكن الهوى يعني لا يغني من الحق شيئا الهوى يعمل ويصم الهوى يعني يضع حاجزا أمام عين الإنسان صاحب الهوى فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا بل بالعالف تختلط عليه المساء يختلط عليه الحق يتداخل معه الحق والباطل اللهم قالنا الحق حقا وارزخنا اتباعه وقالنا الباطل باطلا وارزخنا اجتنابه لأن أنت ليس معك الحق المطلق ولا تتهمني أنني معي الباطل المطلق وأنا أيضا لا يجب أبدا أن أقتنع أن معي الحق المطلق وأن معك الباطل المطلق لا أريد أن يكرر المسلمون في هذه الأيام ما كرروه بلسان حالهم في النص قبل الماضي أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس لماذا يا أخي أنت معي أو أنت ضدي لكل طريقته لكل تفكيره لكل من جعلنا شرعتنا منهاجه كل يعمل على شاكلته ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم يعني أننا مختلفين كألوان أجناس أعراق أفكار أراء قناعات فلا يجب أن تعيد على صاحب قناعة المعينة أنت عندك ثابتين واحدين وحيدين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله بالنسبة هذه الثوابت وهذه الثوابت لها ثوابت لا يقترب الإنسان منها ولها متغيرات يجتهد فيها أهل الاجتهاد أما أن رأي ورأيك أو أنك كما قال الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا سيدنا يونس ذهر مغاظما فظن أن لن نقدر عليه أصبح الآن في بطن الحوت ماذا يصنع ليس له ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى أنت صاحب الهم أنت صاحب الغم أنت صاحب الشدة أنت صاحب الأزمة أنت صاحب المرض أنت صاحب الدين أنت يا صاحب المصيبة يا صاحب الابتلاء ليس لك باب إلا الله عندئذ سيدنا يونس ظن أيقا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فنادى في الظلمات بما نادى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اتهم نفسه عن الظالم اتهم نفسه أنه مقصر مش يقول الله أنا نبي وخارج في سبيل الله وراح أدعو الناس لواسقه على كلامي فانتقلت إلى أناس أخرين هذا نتيجة سبحان الله أن يبتدعني الحقود لا الإنسان المؤمن الموقن يتبع ويسلك مسك سيدنا يونس أن اتهم نفسه بالتقصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله فهذا الإنسان سبحان الله العظيم لما دعا رب العباد فاستجابنا له الله استجاب الله له ليه لأن الملائكة سمعت صوت يونسها في بطن الحوت في قعر المحيط قالوا يا ربنا صوت معروف في مكان غريب يعني الذبذبات وصلت إلى سمع الملائكة عمره ما وصل الذبذبات مسبح أو ذاكر أو مصلي من هذا المكان يعني الإنسان يذكر على شاطئ النهر على شاطئ البحر على الأرض يذكر في الطائرة فلكن يذكر في بطن الحوت في داخل عمقبر هذه لم تعهد الملائك قال هذا صوت عبد يونس في بطن الحوت فالله سبحانه وتعالى فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بالله عليك هل تريد بعد كلام الله كلاما هل تريد درس بعد هذه الدروس القرآنية ترى ما تقع في أزمة وتقع في بطن حوت الأزمات وتقع في بطن حوت الأمراض وبطن حوت القروض وبطن حوت المشاكل وبطن حوت يعني الزوجة النكادية أو الزوج العصبي أو المتكبر أو سبحان الله المدير الذي يعني لا يشكر لك إذا مهما تصنع ومهما تعمل عندئذ أنت في بطن حوت ماذا تصنع تصنع ما صنعه يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عندئذ ثق برحمة الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كل مؤمن على طريقة يونس سوف ينجى من بطن حوت أزماته من بطن حوت امتلاءاته ومن بطن حوت امتحاناته إذا وثقت برب العباد وأشعرت نفسك أنك قدمت ظلما قد تضمت نفسك أو ظلمت غيرك لا تدعي أنك نبي أو لا تدعي أنك شريف لا أخطاء لك لا تدعي أنك صالح لا فساد فيك بل بالعكس الإنسان يعني يصرف نفسه بالظلم قبل أن يصرف الآخرين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني على مر التاريخ كله إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها ربنا ينجي المؤمنين كن مؤمنا أولا وحقق إيمانك وتوكر على الحي الذي لا موت وثق في رحمة الله عندئذ يعني وإذا العناية لاحظتك عيونها نم نم فالمخاوف كلهن أمان أمنكم الله وإيانا من كل سوء وفرج كرباتنا وكرباتكم وكشف عنا الغم وإياكم وكل من على ظهر هذه البسيطة وختم لنا ولكم بالصالحات لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيه ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة